بس يا أخي، زعلان من جماعة دوج أنا دي؟ وقفوا الهلكات أو سنشوف الهلكات كهربة العالم رايح للكهربة والله مش حرام هذا الصوت الحرم طبعا عندي وجهة نظر أعتقد أنهم رح ينسحبوا من هذا الموضوع ينسحبوا كيف؟ أعتقد أنهم ما رح ينهوا الهلكات رح أعجدوا القرار هذا وحسوا بخطأهم بتسرعهم بالانتقال الكهربائي وأعتقد أن رح أصححوا الخطأ ويعدلوا الموضوع ويعملوا كمان إصدار أو إصدارين من الهلكات لماذا؟ هذه وجهة نظري كسبب أن فورد طلعوا الموستنج فورد طلعوا الموستنج ولاحظوا الضج العالمي اللي عملتها الفورد موستنج فاستوعبوا أنه كل الناس يعني أنت معرض ديترويد أنا كنت فيه السنة هاي وشفت بعيوني كمية الاستهزاء بالمنصة تحت دوج مقارنة بالمنصة تحت موستنج لما أطلقت الموستنج وأطلقت الشلبي وأطلقت فريق سباقات وغير مانيويل خلوا كل شيء زي ما هو فأعتقد أنه سيصير دوج ممكن بجدية ترجع تنسح لكن ما بتحس أنه حاد تصغر بعيون بعض الشركات لا بالعكس جمهورها قوي جدا جمهورها أقلها الجمهور المستمع لإلنا العراق دوج إلها شعبية مذهلة 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 طب انت كيف شو الشي اللح يخليهم كيف حيجوا يفتحوا الموضوع مع الناس أنا تراجعت عن قراري لا بيطلع إصدار بيعمل 2023 بيطلع إصدار هيل كات لاست اديشن ما طلع على لا لا بيعمل إصدار تاني منه لاست 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 آخر أصدار بيطلع واحد تمنمية حصان واحد أكثر من الشلبي بشوي يعني برجع بنافس الموستنج بإصدارات جديدة بس خلاص السيارة كم إلها نفس الشاسي حلأ مهم لحد ما يقرروا عشرين سنة حتصير السيارة لسه بتمية ملا بس انت خلاص إذا أعلنوا إيقاف هذا الجيل سيكملوا نفس الشكل ما خلاص إذا أنت بتبيع هاي النسان جي تي آر قعدة عشر سنة بتبيع بس هاي قم قعدة من 2015 ال جي تي آر من 2009 لا لا ما أحكيها الكات أنا أحكيك عن شاسي هاي دوج تشارجر أو التشارجر لا طوروه طوروه من أي سنة أربجال يعني طوروه بالسوق العراقي هذا الشاسي تبع دوج تشارجر تبع برن ممتاز جيب جران شروكي هذه السيارات جاءت من نفس المجموعة ونباعو على مدار سنين طويلة لا أعلم لا أعتقد أن يتجرعوا ويغيروا رأيهم ممكن أن نتمنع نعشاق السيارات نصبروا نشوف نصبروا نشوف نحن 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 سيارات نحن نشوف نحن نشوف نحن نشوف نحن نشوف السنتين الجيين سيبعين معنا مئة بالمئة هل دوج قررت فعليا إيقاف الهيل كاتس وإلقاف كل الشالنجر والشارجر العاديين الموجودين حنيين بالأسواق والتحول الكهربائي كامل أو أنه لا الجماعة لسه مصرين أنه لا ما زال في العمر بقية ولسه فيه إصدارات ممكن تطلع خلال السنتين وأنا هنا وجهة نظري أعتقد أنهم تسرعوا بالتحول الكهربائي واستوعبوا أنه موضوع الشرائح الإلكترونية وموضوع حتى الموديول يستبعون البطاريات موضوع معقد جدا ولسه المجموعة تبعة استيلنتس ما لقعت حلول جذرية بهذا النطاق فوالله أعلم طيب لنفرض كلامك صح أو توقعاتها كان صحيح نحن نتحدث عن مستقبل سيارات عضلات هذه فئة مهمة في حال دوج تراجعت عن قرارها ورجعت شارجر والشالنجر محركات احتراق وبنزين وشواهر لا رجعت هي خلت حافظت حافظت نفس الجيل وتطويره تطوير المكينة وتطويره ولكنه لم يجب أجيال جديدة دوج تراجعت عن قرارها فورد أطلقت جيل جديد من الموستنج نعم قوي جدا وصدارات عديدة وسباقات وحركات طيب المنافس التاريخي السابق الثالث ودارك هورس كمان موستنج دارك هورس يعني الأقوى طيب جماعة شفر ليها والكماروين أعدموها لماذا؟ أعدموها إعدام طيب شو السبب؟ سبب يعني ما بعرف والله المصنعين الأمريكان كل التوجه تحهم كلهم بلحقوا الترند الأوروبي ما عدا فورد؟ الأوروبيين مبساطين أنه لازم السيارات تكون كهربائية بدأوا الأمريكان وراءهم يعني الأمريكان عندما طلعوا الأسطورة كورفت سيئة الجيل الثامن نزلوها لكي نلحقوا للترند الأوروبي ونلعوا لات إصدار كهربائي من الكورفت وليسا ما نزل بس رح ينزل وأعدمو الكمارو إعدام مباشر قال خلاص ما بيتبيع ما بدنا إياها بس ما بيتبيع لأنه بآخر نتقنم جيل من الكمارو لا يشتغلوا يعني ما تتعبوا عليها إنت عندما تطلع إصدار يعني إنت مثال تطلع لتشالنجر طلعوا لكيها ستة سلندر ثمانية سلندر نزلوا لكيها هلكات و هلكات كم إصدار طلعوا منها رد آي جيل بريك و ديمان هلكات عادية و هلكات عادية و جيل بريك و ديمان و و هيت بادي و بادي عادية وليس عارفة بتجوز عشر إصدارات من الهلكات فورد موستنج هي الوحيدة التي تغرد خارج السرب وتقولهم نحن نحب السيارات و المسل كارز و رح نصنع سيارات مسل كارز صحيح أن فورد نحن في الكهرباء لكن لا تجعل أسطورتهم لكن تجعل أسطورتهم أذك ناس أذك ناس و تجعله و تجعله و تجعله عادي لا و تجعله دارك هورس أقوى إصدار و تجعله و تجعله فريق سباقات با 24 ساعة كيف أن تتحدث عن المدرسة الأوروبية هو عمل ميرج أن أمريكان عندي كميونيتي قوي يحب جدا لسيارة فورد موستنج أنا معكم ما أريدكم أنا جاهز و الأوروبيين أريدكم سيارات صادية و كهرباء و هايبرد تفضل أنا لدي كرس أوفر و استخدام اسم الموستنج بالماك إي و طلع لهم موستنج أربع سيلندر إيكوبوشت مزبوط يعني 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 صاروا بتعرف هم بتسابقوا مع الزمن لتحول الكهربائي و بنفس لوقت هم أعتقد بالكامارو خلال عشر سنين من لما رجعوا الكامارو و كانت ممنتوم في لحظة أجتهم للكامارو كانت مفروض هم ينجموا و يأخذوا حصة سوقية ما نجموا استضموا بالتشالينجر و كانوا يلعبوا على فئات مختلفة و أسعار مختلفة فكانت خطتهم التسويقية لجماعة جنرال موتورز مختلفة تماما مقارنة بالفورد فورد كانوا مركزين أعتقد الكامارو تضيع فيه كانت لحظة فيه ممنتوم أجت بتاريخ الكامارو لما رجعوها كان مفروض يستغلوها ما استغلوها استضموا بشكل مباشر بقوة الدوج و رجعتها بالتشالينجر والتشارجر و قوة الموستينج بالمحافظة على الكميونيتي تبعها فهم لما استضموا بالمنافسين هذول الموستينج عرفت كيف تلعب المحافظة على المجتمع تبع الموستينج وتعطيه دائما تغذيه بفئات محدودة وسيارات بمحركات كبيرة و حافظوا قدر الإمكان على الهوية تبعتهم فيه هوية هيك لعبت عليها فورد محافظة عليها 20-25 سنة نفس الشيء ظهور الدوج و عودته بقوة بالأسواق و فهموا اللعبة أنت بتبني بلاتفورم واحد فيك تعمل سعره من 23 ألف دولار تطلع طلوع تبيع سيارة أكثر 100 ألف دولار فوق 100 ألف دولار فهذا الذكاء مصنع خيالي شيفرولي لم يكن تركيز معه هنا كانت مهتمة أكثر تبيعة شيفرولي تاهو لجاحات كبيرة للتاهو و اليوكن جيم والسكليد والسيارات الثانية و ركزوا بالكورفت ركزوا بالسيارات مختلفة فممكن الكامارو بالنسبة لهم أنه لا تحقيق حصة ربحية منيحة فأنا كيلت مثل أي بزنس في الأخر موضوع بزنس لا يهتموا لعشاق هذا الاسم في النهاية سترى الضريب ستدفعوها كيف نحن عندما شركة تيوتا قالوا المستقبل للهيدروجين وساووا واستثمارات بالمليارات الدولارات قالوا الهيدروجين هو المستقبل ليس الكهرباء بعدين انصدموا بالواقع أن العالم توجه للكهرباء ونسوي الهيدروجين فالشركة تيوتا بتحكي يبدو لنا أنه إحنا أخطأنا في تنبؤ المستقبل شركة جيم إذا بنسوا الموضوع عشر سنين خمستعشر سنة ويحكوا لقد انصدمنا في الواقع الكهرباء ما كنا متوقعين يصير هاي خلينا نرجع نعيش سيارات العضلات الأمريكية الأصيلة تاعتنا الكامارو هنصدموا بالواقع انه رح ما حدث معهم هاي الموشتينج رح تكون وراجعوه الفين وعشر هلأ رح عيدوا هاي فإنت ضربتين ورى بعض رح توجع البراند ممكن يفشل البراند الكامارو ترى موه سهل فورد برونكو شفتوا في الحلقات السابقة تجربة مصعب قطعوه سنوات طويلة بعد رجعو وقالوا لا هذا لازم يرجع غلطة قتلنا فهذه الغلطة ورجعوا على منافس آكل السوق تركوهم يلعبون في الساحة الرانجلر وانسحبوا مجموعة جنرال موتورز وفورد وانسحبوا من المنافسة فورد ترجع برونكو هذا حديث طويل وشركات وقرارات ويطول الحديث بهذا الموضوع اذا حبيتوا خبرونا لكثير منه بالحلقات القادمة من عراق جي تي على قناتكم قناة يو تي في العراق انتظرونا بالحلق القادم ان شاء الله الخميس القادم الساعة عشر مساء بتوقيت بغداد نشوفكم على خير السلام عليكم السلام عليكم شكرا